جاء المرسوم الملكي بالسماح بقيادة المرأة للسيارة حرصا من الحكومة السعودية على أن تكون عنصرا فعالا في المجتمع وأن تتمتع بحق من حقوقها كان معطلا لأسباب مجتمعية مسيرة إصلاح وتنمية تعيشها السعودية على مختلف الأصعدة ومنها تفعيل دور المرأة كونها نصف المجتمع قيادة المرأة هي ليست قيادة دينية بقدر ما هي قيادة فعلاقة بالمجتمع نفسه يقبلها أو يرفضها قرار قيادة المرأة للسيارة جاء ليؤكد بأن المجتمع السعودي بات قادرا على تقبل خطوات التنمية فكل ما كان يعطله أصبح من الماضي وقصصا تروى للأجيال القادمة خلال السنوات الماضية حرص المتشددون دينيا على مهاجمة كل حق شرعي للمرأة وكان من بينها قيادة المرأة للسيارة ليأتي المرسوم الملكي اليوم متضمنا لإشارة إلى أن هذا القرار حظي بموافقة أغلبية هيئة كبار العلماء في السعودية وليؤكد أن عجلة التقدم والازدهار السعودي مستمرة وحتى شهر يونيو القادم ستعمل الجهات المختصة على توفير كافة المتطلبات والبنية التحتية ومنها الأمن والسلامة المرورية ومعاهد تعليم القيادة محمد اليوسي العربية موسيقى موسيقى